أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون تصريحات رئيس عبدالفتاح السيسي جاءت عاقب آداء حلف اليمين لرؤساء محكمة النقد وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح وسامة جمهورية من طبقة الأولى للسيد القاضي محمد عيد محمد محكوب رئيس محكمة النقد السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة منح وسامة جمهورية من طبقة الأولى للسيد المستشار عدلي عبدالفتاح جاءت زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة منح وسامة جمهورية من طبقة الأولى للسيد المستشار محمد 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 بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرر رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار حسني حسن عبداللطيف أبو زيد رئيساً لمحكمة النقد أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس للعدل وأن أحترب القوانين يعين السيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيساً لهيئة النيابة للدارية أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالزمة والصفق وأن أحترم الدستور والقانون يعين السيد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي حسن رئيساً لهيئة قضايا الدولة أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على أسرار الدولة وأن أحترم الدستور والقانون صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتين نيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئة القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن